في الحوار الوطني كان فيه مؤتمر صحفي كاتب الصحف الكبير أستاذ دياء رشوان وهو المنصق العام للحوار الوطني قال إنه فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي أعطى الحوار الوطني صفة كي يمثل الشعب وإنه هذه الصفة أتت بالطريقة اللي دعا بيها الرئيس إلى عقد هذا الحوار أستاذ دياء أيضا قال إنه سيتم توجيه مخرجات الحوار الوطني كلها لرئيس الجمهورية يعني هتسلك أعلى مسار دستوري لإصدار التشريعات في مصر وأضاف أستاذ دياء رشوان في المؤتمر الصحفي إن أطراف الحوار هي كل الأطراف اللي بتمثل الشعب المصري جمعيات أهلية أحزاب نقابات مهنية نقابات عملية اللي كلها جت عن طريق الانتخاب يعني مصر فيها 25 نقابة مهنية بعض النقابات يصل عدد أعضاءها لمليون مواطن مليون إنسان نصري عضو في هذه النقابة بعض النقابات كلها بتضم تقريبا إجمالي أعضاء النقابات في مصر حوالي 15 مليون مهني طيب هل كلهم شركاء في الحوار؟ سيد دياء قال أيوة كلهم شركاء في الحوار سيد دياء قال إن الحوار الوطني مش مؤسسة ولا يستطيع بالمناسبة أن يملي على مؤسسة ما تفعل لكن الحوار الوطني ويمكن ده برضو اتقال في الجلسة الفتاحية الحوار الوطني هو حوار ما بين ألوان طيف الشعب المصري كله وعليه هيبقى فيه مخرجات وتوصيات إما مقترح تشريعي تعديل فيه مواد القانون خلق قانون جديد من العدم زي قانون مكافحة التمييز أو بعض من القرارات التنفيذية